موسيقى 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 قبل الصحافة هناكظم هناك حكيم المن практиق ages 3 وكانت للجميع الحكومة ولكن مammたい المعاذي المكса والمعاذي تبني حد الاستشا nuo لدينا درجات التقاضي وابتداء استنافي النقد اليوم انا كنتفاجأ او لدينا درجة اخرى هي البرلمة الاوروبية يجي ديرنا تقييم هاد الحكم مزيئة ولا ممزيئة واد شيء غير مقبول من بعد اطار البحث او الاخبار اللي توصلنا بها رسمية بانه وراء تعبئة ديال هاد القرار كان هو من كان يشرف على الحزب ديال ماكرون وهما كانوا يعني وجوج الجزائريات من اصل جوج فرنسيات من اصل الجزائري اللي هما تابعي الحزب هما المحرك الاساسي فهذا المسألة هدي للتعبئة وتسهموا المغرب بتهم اخرى ديال قطر ديال الرشوة ويطالبون المغرب بتبريئة نفسهم يمكنك تقول لي انت كنت مورد فرشوة برأي لراسك انت اللي كتتهم لي لخسك سعطين الدلائل هذا ما يقبل هاد شي واحد بانه يقول له برأي لراسك وهذا شي كله فرنسا لجدارته خصوصا كنظر على بعض الدول الاوروبية لان اليوم الغاز والبيترون هدي مادة حيوية لأوروبا خصوصا فصل الشتاء وان روسيا قطعات يعني تمديدهم بهذا المادة بقالها الملجأ الواحد وهي الجزائر وباش ترضي الجزائر ودي لها خطرها هو الهجوم على المغرب لارضاء الجزائر وهاد شي كامل اسباب واهي كل شي غادي نوصله باش نوصله القادية الوطنية اللي كيلوي والنيدنا بها واللي المغرب اليوم وجلالة الملك خدا يعني موقف واضح ان المنظار الوحيد باش كنشوفوا علاقتنا مع ايدولا وهي وحدتنا الوطنية والقادية الوطنية اللي الدولة باتمشي معنا فهذا ما صار راه علاقتنا ستصمار اقتصاديا وسياسيا اللي كانت ضد هدت احنا كان قطع العلاقات وهذا ما اجعل بعد مسألة اخرى هو المصارف اش ماشي المغرب اليوم على المستوى الاقتصادي يربك بعض الدول الاوروبية لاننا اليوم مبقيناش محتاجي انا بروجيك بيرغ سيدارو نجيب شركة فرنسية والدليل غير مؤخرا كانت شركة مغربية مئة في المئة مليار وثلثمائة مليون دولار في ميناء داخله شدته شركة مغربية في وقت سابق كنا نعطل شركة فرنسية او شركة اخرى اجنبية اليوم المغرب عنده استقلالية في الاخر وهذا يربكهم ثانيا الامتداد العلاقات مع دول اخرى امريكا اسرائيل المانيا اسبانيا مؤخرا هذا اصبحت فرنسا كتشو فرصها معزولة وولت بانها غير مستفيد من الخيرات المغرب قصة هادو هما الاسباب لجهة هذه العلاقات قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونو فلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة